تجدد للاشتباكات وقصف وضحايا في جبهات الحرب المتعددة بمحافظة الحديدة فبعد جمود طويل أعلنت قوات العمالقة أنها استعادت عدد من المزارع الواقع إلى الغرب من مدينة الزبيد وإلى الشرق من مدرية التحيطة في أعقاب معارك عنيفة مع عناصر الميليشيا وبمساندة من مقاتلات التحالف الهدف العسكري لأحدث الاشتباكات المسلحة بين قوات العمالقة وعناصر ميليشيا الحوثي هي تأمين تلك المزارع لمنع تسلل عناصر الميليشيا إليها مجددا والتي كانت تتخذها كثكنات عسكرية لقص منازل المدنيين ومخيمات النازحين واستهداف المسافرين في الطرقات والقيام بأعمال القنصر التي ذهب ويذهب ضحيتها مدنيون وآخرهم هذه الطفلة من سكان مدرية التحيطة التي أصيبت برصاص قناص حوثي وبحسب مصدر طبي فإن الطفلة فاطمة إسماعيل البالغة ثمانية أعوام أصيبت برصاص القناص أثناء تواجدها قرب منزلها مع عدد من الأطفال الآخرين عند أطراف مدينة التحيطة وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث تم تحويلها إلى غرفة العمليات للخضوع لعملية جراحية لاستخراج الرصاص من جسدها إلى ذلك أفاد شهود عيان بمقتل ثلاثة مدنيين في قصف جويا للتحالف استهدف مواقع مفترضة في حي السابع من يوليو بمدينة الحديدة وبحسب هؤلاء الشهود فإن الطيران استهدف أحد الأحواش الواقعة بالقرب من فندق الاتحاد حيث يعتقد بوجود تجمعات لميليشيا الحوث وأسلحة في الموقع المستهدف وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن أكثر من عشرين من عناصر ميليشيا الحوث الانقلابية سقطوا بين قتيلا وجريح إثر استهداف الطيران تجمعا لهم قرب جامع الرحمة بمدرية المراوعة إلى الشرق من مدينة الحديدة فيما تفيد رواية الميليشيا بأن قتيلا واحدا فقط نجم عن الغارات الثلاث للطيران والتي استهدفت الموقع ذاته دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل يأتي ذلك فيما تدخل معركة استعادة الحديدة مرحلة الجمود التام بعد تصعيد من قبل التحالف كان سقفه النهائي استعادة مدينة الحديدة وميناءها وإنهاء الوجود الميليشيا فيهما قبل أن تتوقف المعارك إلا من غارات متقطعة لطيران التحالف تستهدف بين وقت وآخر مواقع مفترضة للميليشيا في مدينة الحديدة وسائر مناطق الاشتباك بالمحافظة ترجمة نانسي قنقر